موسيقى شن طائرات الاحتلال الاسرائيلي غارات استهدفت موقعين الفصائل الفلسطينية شرق حي التفاح بمدينة غزة وفي جباليا شمالي القطاع والحقت الغارات الاسرائيلية أضرارا مدية في الموقعين المستهدفين بينما لم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية عن إصابات وكانت وسائل علامة اسرائيلية تحدثت عن اندلاع حرائق أمس الجمعة في مستوطنات وبلدات اسرائيلية متاخمة لقطاع غزة متهمة نشطين فلسطينيين بإطلاق بلونات حارقة من القطاع مزيدنا من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر أقمال الصناعية من غزة مرسلنا محمد وشح محمد مرحبا بك محمد ما هي تفاصيل تلك الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية وما هي حقيقة تلك الاتهامات بمسألة البلوناس الحارقة التي أطلقت من القطاع نعم يعني فيما يتعلق بعملية القصف الاسرائيلي على قطاع غزة في ساعات الليلة الاحتلال الاسرائيلي شن سلسلة من الغارات على شمال قطاع غزة تحديدا حيث استهدف عدد من مواقع المقاومة وتحديدا مواقع كتائب القسام الاستهدفات كانت لثلاث أو لموقعين وأرض زراعية في شمال قطاع غزة طبعا هذا الاستهداف قال الاحتلال الاسرائيلي أنه جاء ردا على إطلاق البلونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية وإحداها تسبب بحريق في أحد المنازل طبعا هذا الاستهداف ليس الأول والاحتلال الاسرائيلي لا يزال يواصل تهديداته باستمرار عمليات القصف لمواقع المقاومة في حال استمرت إطلاق البلونات الحارقة يمكن حديث أن إطلاق البلونات الحارقة ليس بالزخم السابق وإنما هو ضمن حالة تكتيكية كما نلاحظ أربعة حرائق في اليوم وليس في كل يوم وبالتالي هذا يندرج ضمن تكتيكات المقاومة الفلسطينية وحتى الشباب الثائر بالضغط على الاحتلال للإفراج عن قطاع غزة من خلال فتح المعابر بشكل واضح والسماح بإدخال المنحة القطرية هذه العمليات بركتها حماس وكان تصريح على لسان فوزي برهم الناطق باسم حركة حماس قدم التحية لمطلقي البلونات الحارقة وقال أن عمليات القصف الأقيرة لن ترهبهم وسيستمرون في ذلك هذا هو آخر ومجمل التطورات الميدانية هنا في قطاع غزة نعم شكرا جزيلا مراسلنا محمد داوشاح لك جزيلا شكرا كنت معنا عبر الأقمال الاصطناعية من غزة شكرا جزيلا أيضا ينضم إلينا عبر الأقمال الاصطناعية من غزة الكتب والمحل الأسياسي شرحبيل الغريب سيد شرحبيل مرحبا بك سيد شرحبيل كيف يمكن فهم توقيت هذه الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف منذ إعلان الهدنة عن خرق خروقات الهدنة المتكررة ولكن توقيت هذا الاستهدار الذي ربما يربطه البعض بما حدث في جنوب لبنان يعني بداية هي هذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة ويمكن قراءة ما جرى أمس في سياقين السياق الأول أن استمرار حالة الاستعراض الإسرائيلية وفرض معادلة الصاروخ مقابل البالون وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانس بأنه لن نسمح بكسر هذه المعادلة وستستمر أي بالون يطلق من غزة سيطلق مقابل صاروخ من السلاح الطيران الإسرائيلي وبالتالي إسرائيل اليوم تحاول تثبيت هذه المعادلة خاصة في ظل هذه البالونات لم تأتي من فراغ جاءت عبارة أو في سياق التعبير عن تعثر المفاوضات في القاهرة وعرقلت الاحتلال الإسرائيلي في دخول مواد الإعمار إلى قطاع غزة من الواضح أن هناك حتى اللحظة إخفاق كبير في إدخال مواد الإعمار وأن يكون هناك اختراق في المفاوضات التي ترعاها للقاهرة وكان هناك يوم الخميس ألعبات تقدير أنك وفد من رجال الأعمال ألغيت هذه الزيارة لأسباب غير معروفة واضح أن هناك تعنت إسرائيل ومحاولة أسرار إسرائيلي على ربط هذه المعادلة بصفقة أو أي إخفاق أو اختراق حقيقي في هذا الملف عبر الملف جنود الأسراء الموجودين لدى حركة حماس السياق الآخر الذي يمكن قراءته في التصعيد الإسرائيلي وتوقيت هذا التصعيد كما أسلفت يرى البعض بأنه الاحتلال الإسرائيلي يرى أنه جبهة قطاع غزة هي الجبهة الأضعف والتي يمكن من خلالها الرد على ما جرى من مواجهة على الجبهة الشمالية في لبنان وإذا أقدمت إسرائيل على رد في لبنان ربما تتدحرج الأمور شيئا فشيئا بالتالي الاحتلال يرى بأنه جبهة قطاع غزة هي الجبهة الأضعف من خلال الجبهات التي يواجهها وقام بالرد كباقي المرات السابقة لكن ربما التوقيت له دلالات خاصة نحن أمام حقيقة مشهد إسرائيلي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إذا استمرت حالة الحصار هناك البطالة تتفاقم أكثر من خمسين ألف عامل فقدوا أعمالهم بسبب الحصار بسبب إغلاق المصانع البنى التحتية مدمرة وبالتالي الحقيقة هذا المشهد تكرار القصف الإسرائيلي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إلى العودة إلى دوامة المواجهة الإسرائيلية بين قطاع غزة من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى سيد شرحبيل تحدثت عن محاولة ربط أي تقدم في ملف إعادة الإعمار وإدخال المواد البناء وغيرها بمسألة الأسرة إلى أي مدى تعتقد أنه يمكن كسر هذه المعادلة أو يمكن كسر هذه المحاولة من قبل المقاومة الفلسطينية ومن قبل الوسيط القاهرة في هذه المفاوضات الحقيقة الوسيط المصري وفق المعلومات المتوفرة لدينا أنه بذل جهود كبيرة على مدار أكثر من شهرين ونصف في هذا الملف في محاولة إحداث اختراق حقيقي وعملي يمكن أن يكون مفتاح لفكفة كتباقي الملفات خاصة في ظل الحديث عن ملف الإعمار وهو الملف الذي يحتل أو لو يقص وبعد جولة الحرب الأخيرة على قطاع غزة الحركة حماس من جانبها واضح أنها متمسكة ولن تتنازل إذن نحن نعيش في مرحلة عض الأصابع من يصمد أكثر من يفرض شروطه أكثر ربما حالة الاستعراض الإسرائيلية أيضا تأتي من باب الضغط والمناورة والرهان على الوقت في فرض شروط إسرائيلية نحن أمام أيضا رفض أو عدم إدخال المواد البناء من الجانب المصري هذا يجب أن يكون حاضر أمامنا واضح أن هناك ضغوط إسرائيلية تمارس لعدم إدخال مواد البناء هذه المسألة وتراهن إسرائيل على أن تشكل هذه المسألة نقطة قوة للضغط على حركة حماس وبالتالي أنا بتقديري أنه لا يمكن أو الرهان على مسألة الوقت هو رهان إسرائيلي فاشل لأن حركة حماس موقفها واضح وسياساتها واضحة في الفصل بين الملفات والفصل بين استحقاق ملف الإعمار من جهة وملف الأسرى الموجودين لديها من جهة أخرى هل هناك أي أدوار أخرى لوسط آخرين تعتقد أنها يمكن أن تحلحل هذا الملف وإلى أي مدى يمكن للمقاومة الفلسطينية حماس داخل قطاع غزة بأن لا تستجيب لهذه الاستفزازات من جانب الاحتلال الإسرائيلي يعني بتقديري كانت هناك مؤخرا زيارة للسفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة استمرت أسبوع تقريبا أجرى خلالها مفاوضات ماراثونية مع الاحتلال الإسرائيلي تركزت بالدرجة الأولى حول آليات التخفيف عن العائلات الفلسطينية الفقيرة أقصد هنا المنحة القطرية التي تقدمها قطر لأكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة وبسبب العدوان الإسرائيلي الأخير توقفت على قطاع غزة هنا كان لقطر دور في إبرام اتفاق جديد يمر عبر السلطة الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية لصرف هذه المنحة هذا من جانب من جانب آخر أيضا هناك جهد قام به السفير القطري خلال الفترة الماضية أيضا في مباحثات الأسرة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي هذه الجهود ربما حقيقة لم تكلل بالنجاح بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي وإصرار الاحتلال على ربط ملف الجنود الأسرة بملف الإعمار ورفض الاحتلال وعدم جهوزيته لدفع أي ثمن حقيقي يعني يتكلل بالإفراج عن آلاف الأسرة الموجودين لدى الاحتلال نحن نتحدث عن أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال وبالتالي الأدوار والوسطاء هناك جهد كبير سواء من الوسيط القطري سواء من القاهرة والمم المتحدة لكن الموقف الإسرائيلي غير جاهز لدفع الثمن والإفراج عن الأسرة الفلسطينيين مقابل تحرير أو الإفراج عن الجنود الأسرة الموجودين لدى حركة حماس هل تعتقد أن حكومة نفتالي بنت قادرة على الصمود في موجهة قدرة المقاومة الفلسطينية حماس على الصمود في معركة عض الأصابع التي تحدثت عنها هذه الحكومة كان عنوانها إسقاط نتنياهو نحن نعلم جميعا تركيبة هذه الحكومة ومدى التباينات فيما بينها وبالتالي الرهان وعلى المناورة له سقف محدود هذه الحكومة إذا كانت تناور مع قطاع غزة أنا بتقديري نسبة المناورة محدودة ليست بالكبيرة والهدف الأساسي التحقق لديها هو إسقاط نتنياهو أنا بتقديري أنه على المجتمع الدولي أن يقرأ المشهد جيدا لأنه أي استمرار تجاهل المعاناة الفلسطينية اجتداد وطأة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عدم الرفض الإسرائيلي لإدخال مواد الإعمار كل هذا أنا بتقديري من الواضح أنه إذا أصرت إسرائيل على هذا المشهد هذا سيقرب وسيعيد المواجهة الإسرائيلية بشكل متدحر شيئا فشيئا نحن نتحدث اليوم عن سبعة حرائق ربما غدا أو بعد غدا يتطور المشهد الميداني في ظل تعثر المفاوضات وفي ظل فشل الوسيط في إحداث اختراق وإلزام الاحتلال بإدخال مواد الإعمار هذه الحكومة أنا بتقديري لن تصمد طويلا إذا ما ذهبت الأمور إلى مواجهة مع قطاع غزة ونسبة المناورة كما قلت ليست بالكبيرة نعم شكرا جزيلا الكاتب والمحل الأسياسي شرحبيل الغريب كنت معنا عبر الأقمال الاصطناعية من غزة لك جزيل الشكر فلسطينيا أيضا لا يثق مؤيد العلام